هل بعودة اليوم السعودية هل تدعم الرئيس فؤاد السانيورة أو تعود وتستنهد اليوم قواها قبل الانتخابات النيابية أم لا ما رح تروح بعد من عودة نحن ندخلوا بطريقة مغاشرة بالانتخابات يعني بناية المطاف ولكن حضورا أكيد نكون واعيين نحن كانوا يدخلوا بالانتخابات مثل باقي الأطراف يدعموا حلفاء وأطراف أخرى تدعم حلفاء بس بعتقد هذه المرأة أمور وافة مع فاليوم هل تدعم الرئيس فؤاد السانيورة هل تدعم الرئيس فؤاد السانيورة أنا أعتقد أنه تدعم أنه تجري الانتخابات بمواعيدها المحددة وبطريقة سلمية وآمنة وهادئة واخذ مسافة عن كل الناس بنهاية المطاف وما تتدخل بالمعنى المألوف الذي يمكن أن ينطبع عند أذهان المستمعين رح تعمل مكانة انتخابية بس اليوم تدعم شخصية الرئيس فؤاد السانيورة أنا أشعر باللطيع بس رجعوا السعوديين رجعوا الخليجيين وخلتنا أشعر أنا مبدئيا أنه لبنان ممكن ما ينترك لقم سائغة في فم إيران عند الإيرانيين يعني رح ترجع تعمل هذا التوازن بالبلد بوجه النفوذ الإيراني اللي عم بتسمي حضرتها لأنه لبنانيين معنيين بهذا الشأن السياديين معنيين بهذا الشأن والأمر المعضل رامز موجود عند كل الأطراف يعني تعرفهم حزب الله كمان شح ذي الهمم وعمل شيخ صلح بين الأطراف الخاصة بثماني أدار وعم يجمع المتناقضات بطريقة عجيبة دارية وكمان المملكة العربية السعودية ربما يعني ما بعتقد أنهم عم بتدخل طريقة أنا أكد لك وإذا الكلام أنا مش عم قوله على الهواء معلومة ما عم تدخل بطريقة يعني مثل ما الناس حطة بزهنان بس الناس كانت عم تسأل أنه كان في أسئلة واستفسارات أنه اليوم بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري هل ستدعم شخصية معينة كان في حركة رئيس سعد السانيور عساس يترشح بطل يترشح صار داعم لوائح معينة اليوم كان لافت بالسفارة وحكي أيضا عن لقاء جانبي حصل بينه وبين السفير البخاري فهل اليوم تعزيز لهذا الدور أو دعمه لملأ هذا الفراغ اللي هم تحدث عنه السفير البخاري اجتمع كمان مع غير صحيح بس لأنه اليوم كان فيه أسئلة كثيرة عن اليوم فيه انتخابات نيابية ورئيس فؤاد السانيورة داعم لوائح معينة مملك العربية السعودية تشجع على المشاركة بالانتخابات النية تشجع على اتمام هذا الاستحقاق الدستوري بما يعنيه لللبنانيين بس لن يكون بديل فؤاد السانيورة عن الرئيس سعد الحريري مش مطروح لا فؤاد السانيورة طارحه ولا أنه المطروح من حيث المبدأ ولا السعوديين طارحين بس يزعج رئيس سعد الحريري رئيس سعد الحريري كان عم بشجع على عدم اليوم أي حدا بده يخوض الانتخابات كان بكتلة المستقبل أنه يخرج من الطيار عنده اعتبارات وعنده حسابات يمكن أنا مبافئ عليها من حيث المبدأ أنا ضد هذا الانكفاء ومع المشارك التام بس هذا الانكفاء جاء بقرار شخصي البعض بيقول أنه طلب سعودي كان عنده اعتبارات سوى طلب سعودي أنا عنده اعتبارات وما بعرف طلب سعودي أو ما تلمس أنا بعتقد أنه عنده اعتبارات ورئيس سعد الحريري وخليني نخبرك شغلة الناس بتركز عليها بطريقة مضطره أنه فيه املاقات بهذا المعنى لا يعني الرئيس الحريري وصل لمحل بعد التجربة المريرة اللي مرأ فيها مع عيد العهد مع جبران بسيل وعمه جعلته إلى حد ما ييأس يترك له الساحة حبيبي يتسلم لي فيه محل عنده اعتبارات يفترض من حيث المبدأ كمان أنا بفترض وأنت بتفترض أن المعادلة في لبنان مكسورة يعني ما فيك تحط صندوق بريد صندوق انتخابات ما أبيل صندوق زخائر ما فيك تحط صوت ما أبيل مسدس ما فيك تحط بيان صحافة ما أبيل عبوا ناس فيه هذا الأمر أنت وأنا وكل صغير في لبنان بيعرفوا الواقع اللبناني متشزي ومش طبيعي ومنه عادي ما فيه دولة تانية مثلنا فيه الزواجية بسلاح هذا سلاح له وهش له حضور له دور له تأثير أي إجراء يجب أن يكون أنتدعم الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار أنا هذا التفسير أو هذه قراءتي للأمور بهذا المانحام نعم معه الرئيس سعد الحريري يقول أن الأمور ما فيها تنحل ما بديمشي بتعمل انتخابات ومية انتخابات بشو الحل إذا مش انتخابات خلينا نذكر العالم 2005 صار انتخابات فات فيها 14 وبال2009 حتى 14 شو عمله شو الحل اليوم إذا مش عبر الانتخابات خلينا نحاول أدمرنا كان عادة إنعاشة دولة الموجودة مكرسحة على الأرض بفضل هذا على العهد نحن ما وصلنا بقبل هلأ بكل تاريخنا رغم الأزمات والحروب والكوارث والمعارك الداخلية والانهيارات المتتالية إذا بدك إلى ما وصلنا إليه معاهدة الثنائي بالخمس سنوات الماضيات حتى الآن صرنا هني جزء كل الأطراف اللي حكموا 30 سنة سواء آخر 15 أو أول 15 لأنه من الظلم البعض بيقول وحتى بتوصيف واقع أنه اليوم تحميل فقط حزب الله والطيار الوطني الحر بآخر خمس سنين مسؤولية كل ما حصل ب30 سنة معك هني عملوا 3 سنين مع العمل ب30 سنة أنا محمل غيره بغض النظر على النسب بس الجميع يتحمل مسؤولي أوكي متما هلأ كمان بعض الناس بيقولوا لك أنه يعني رياض سلامي هو الوحيد الشيطان بالبلد الأخير وهو السبب الأزمي لأنه رياض سلامي طلعي وقال بغرف مغلقة أنه أنا ما بقى فيني موّل النظام السوري واللبنانيين بدي أختار واحد من اتنين ما بقى فيه استورد مزوط مضاعف يعني ضعفة حجم الاستهلاك المحلي بسنوات العز وما تبين ما فيه استهلاك استورد بنزين وهذا كله كان مدعوم للدولة ولا طحين كان منفذ الوحيد لبشار الأسر إلى لبنان من خلال الدولة اللبنانية هذا العمر سرع بالانهيار سرع بالانهيار بس مش الأساسي أو بس خلينا واحدة وعدة السببب الأساسي أيضا للخلل المركزي بالخزينة الدولة اللبنانية هو قطاع الطاقة والكهرباء وتثبيت سعر الصرف قطاع الطاقة والكهرباء تثبيت سعر الصرف كان له سلبيات وإيجابيات كان البنك المركزي رامز كل واحد ضليع بهذا الشيء كان يشتري وبيع وكان مراكم احتياطات كان مسألة لا أعلم تفترض أنه من 30 سنة تثبيت سعر الصرف كان تستنزف الخزينة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر